كثير عالم أخذوها أنه كيف هذا الشخص اللي بملك مئات العقارات ومحافظ عقارية بالمليارات ساكن بالإيجار؟ معناته هو مش مضبوطة أسطه. لا، هم مش وهمين الموضوع. أعطيكها باختصار. إذا بيت اليوم، أنت جاوبني مشت. إذا بيت اليوم بدي أشتريه بـ 25 مليون درهم. بس بقدر أستأجره بـ 500 ألف درهم. تمام؟ تمام. ليش أجمبت 25 مليون درهم؟ إذا أنا بقدر 25 مليون درهم أعملهم 50 مليون درهم بسنتين. ليش أجمدهم؟ ما أنا باخد 25 مليون درهم هدول يا مجد. بخليهم 50 مليون درهم وبظلي أدفع 500 ألف. بدل ما أجمد 25 مليون درهم عشان 500 ألف. تمام كيف المعادلة؟ هي المعادلة فقط هل أنت بتعرف تطور رؤوس الأموال ولا لا؟ إذا راس المال فيك تطوره بطريقة سريعة جداً لا تجمده في بيت. صح؟ أنا هذا كان بس الرسالة. إن شاء الله الناس توصلهم وتفهموها. يعني أنت مثلاً بنرجع للمثال اللي طرحته. 25 مليون درهم فيك تعملهم 50 مليون. بسنتين أو ثلاث سنوات. والأجار اللي بتدفعه 500 ألف ما بيضال معك مربح. بعملهم 50 مليون وبدفعه 500 ألف. أحسن ما أجمد 25 مليون. يعني العائد على راس مالي 500 ألف على 25 مليون. لا يذكر مقارطة بأنني أنا أقدر أعمل 25 عشان أوفر بسنتين مليون. لا أنا أقدر بسنتين هدول أعمل 25 مليون يا مجد. فليش أجمدهم عشان أوفر مليون درهم؟ بالعائل يا جماعة بالعائل.